أهلا بكم مشاهدين أفد مراسل تلفزيون العربي في ترابلوس أن اجتماعات اللجنة الدستورية الليبية من مجلسي النواب والدولة في القاهرة تشهد تعثرا ومشادات في يومها الثاني بغياب اتفاق حتى الآن على بنود النقاش شهدت الجلسة انسحاب عضوين من اللجنة عن مجلس النواب اعتراضا على الحوار القائم بين لجنتي النواب ومجلس الدولة في القاهرة فقد أصر على التمسك بالنظري في مسودة الدستور ومناقشة النقاط الخلافية بحسب التعديل الدستورية الثاني عشر فقط لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا طهر النغنوغي الباحث السياسي والقانوني من ترابلوس أهلا بك سيدة طهر هل تعتقد بأن مبادرة الأمم المتحدة فيما يتعلق باللجنة الدستورية ولدت ميتها بالنظر إلى عدم توافق حتى الآن على تعديل دستوري أو أيضا صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات أهلا بكم مشاهديك الكرام الأمر أصبح واضحا بعدم النوايا لوجود قاعدة دستورية للانتخابات القادمة ولكن هناك شيء جعل اللجنة لا تعمل بشكل واضح أو بدقة لم يوضح حل أنها ستناقش الإعلان الدستوري الموجود أو قاعدة دستورية للانتخابات القادمة أو الدستور الصادر من الهيئة التأساسية صياغة الدستور هناك بعد التعديلات ومن ثم الذهاب إلى انتخابات هناك تخبط قانوني كان واضح وسبب في ردود أفعال من رئيس الهيئة التأساسية صياغة مشروط دستور وبعض عضاء اللجان الذين يذهبوا إلى القاهرة وهذا ما نراه سيجعل لجنة تلد ميتة أو لن تصل إلى حل بهذه الظروف طيب لماذا الإصرار الآن على التعديل الثاني عشر يعني في النهاية إذا كان ما سيتم الاتفاق عليه سيعرض على الاستفتاء إصرارهم على هذا لضمان بقاءهم في الصلة للأمانة نوايا المجلسين الدولة والنواب لا يريد أن تكون هناك انتخابات قريبة أو هناك حل جدري أو الوصول إلى اتفاق جدري دائم كل ما يريدنا هو المعمعة الطريق أو الانحراف عن الطريق الأساسي للدهاب إلى قاعدة دستورية حقيقية وانتخابات في فترة قريبة قادمة من بالتحديد الآن من مصلحته تعطيل هذا المسار الانتخابي وهل توجد أي بارقة أمل في التوصل إلى أي تواثق خلال هذه المباحثات التي ستستمر على مدار أيام في القاهرة هو إذا خرجنا من باب النوايا وذهبنا إلى الواضح أمامنا كل الأسام الموجودة في الساعة حاليا لا تبحث عن انتخابات ولود حكومة جديدة مبتكة من البرلمان الحكومة الموجودة حاليا لم تؤدي كل مهمة المطلوبة منها مجلس النواب الدولة موجودين دائما في تصارع مما أدى إلى زياد تضخم الخلافات داخل الساحة السياسية الليبية الموجودين حاليا في الساحة لم يرغب أحدهم في قاعدة دستورية واضحة أو انتخابات وكل ما يفعلون الآن هو إطالة المدة والبقاء في هذه الفترة الانتقالية أو رجوعنا إلى المربع الأول ما قبل الحرب على درابلس ما الدورة التي تلعبه سيد طاهر اليوم مصر بالتحديد في تقريب وجهات النظارة وهل تعتبر اليوم على أنها عنصر مقرب من الطرفين وليست منحازة كما كانت توصف في السابق كل الدول أو العالم لا يوجد به حياد الكل يعمل على مصالحه وهذا من حقهم أما مصر الآن تبحث عن توسعها أو توسع مشروعها داخل ليبيا امتداد العمل المخابراتي داخل ليبيا وجود ممثلين لهم في أكثر مربع من مربعات ليبيا الآن تحصلوا على ممثل لهم في المنطقة الغربية المنطقة الشرقية ضمنية لهم الجنوبية ضمنية لهم ولكن يبحثون عن كيف يتواجدوا بصورة أكثر أو أوسع في ليبيا بأبواب سياسية وليست بأبواب عسكرية والآن هي تلعب دور الوسيط أو هي من لديها القدرة أو هي المقاول الأكبر داخل ليبيا للدول الكبرى وما هي سن ريوهات المتوقعة في حال فشل هذه الاجتماعات في الوصول إلى تواثق برأيك سيدة طهر هو أغاق الأبواب والرجوع إلى المربع الأول ولكن الرجوع دون حرب الحرب الآن تعتبر بعيدة نوعا ما ولكن ستكون هناك حكومتين أو الذهاب إلى مسار غير معروف حاليا لا أحد يستطيع أن يتنبأ بعد شهر ستة ماذا سيكون؟ ستبقى هذه الحكومة أو ستكون هناك مرحلة أخرى أما استلام الحكومة الجديدة من الحكومة الموجودة حاليا فهذا أرى أنه أمر بعيد شكرا جزيلا لك طهران نغنوغي الباحث السياسي والقانوني كنت معنا من طرابلس شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة